لا غرابة إذا تغيرت لهجة زعماء الميليشيات وغابت عبارات الاستفزاز لدول الجوار هذه الفترة في سبيل ترسيخ أقدام قادة الإطار في الحكومة الجديدة وضمان نجاح هذه العملية في هذا الجو الإقليمي والمحلي الملتهب مصادر مطلعة أكدت أن قياديا في فيلق القدس الإيراني طلب من الميليشيات التهديئة المؤقتة لتثبيت حكومة السودان وعدم إفساد قائدة التخادم مع واشنطن والتوقف عن تهديد دول الخليج على رأسها السعودية أحزاب وميليشيات الإطار التنسيقي تلقت تعليمات من مسؤولين إيرانيين تحثهم على عدم التصعيد في الوقت الحاضر سواء مع التيار الصدري أو القوى الأخرى ودول الإقليم وتحدثت المصادر عن زيارة أجرها قيادين إيراني من فيلق القدس لبغداد على مدار يومين وعقد اجتماعا مع قادة ميليشيات وأحزاب الإطار التنسيقي في منزل هادي العامري وحثهم على التزام الصمت والتعامل بدبلوماسية والاستفادة من الانفتاح الأمريكي على الإطار التنسيقي حيث تقود السفيرة الأمريكية في العراق لينا رومانيسكي حملة نشطة باتجاه دعم حكومة السوداني القيادي الإيراني أكد أن التفاهم الأمريكي الإيراني في العراق هذه المرة على أعلى المستويات وأن المطلوب مما أسماه محور المقاومة الالتزام من أجل عدم التفريط بحكم الإطار التنسيقي للعراق وتشير المصادر ذاتها إلى أن التفاهم مع الصدر قد تم بالفعل وأصبحت حكومة السودان في مأمن من تصعيد صدري من أي مستوى كان حيث لا توجد أي معطيات تشير إلى أن التيار الصدري سيبادر في وقت قريب باللجوء إلى خيار الشارع أو خيار القوى المسلحة لإسقاط حكومة السوداني أو فرض الأمر الواقع لتحقيق مكاسب سياسية الأوضاع الصعبة التي يمر بها النظام الإيراني من خلال التظاهرات في البلاد تدفعه إلى اللجوء للسياسة الناعمة وتوفير الجهد لقمع الانتفاضة الشعبية وضمان ديمومة نفوذه في العراق عن طريق التقية السياسية